لقاءة متواصلة لوفد الوساطة الجنوب السوداني في الخرطوم يعقد عليه السودانيون الامال في السير باتجاه اسكات صوت البندقية والعمل على تحقيق السلام المستدام في البلاد بعد ان شهدت حروبا ارهقت خزينتها وزعزعت امنها واستقرارها ومن المؤمل ان يحمل الوفد الرؤى الحكومية لحملة السلاح بعد ان استعرض ما تم في جبا مع المعارضين المزيد في التقرير التالي حركات المراثونية التي تقوم بها عاصمة دولة جنوب السودان لحل الخلاف بين الحركات المسلحة والحكومة الانتقالية التي رشحتها قوى الحرية والتغيير حول ملف السلام وجدت ردود فعل ايجابية من عدد من قيادات هذه الحركات ما عطى الامل في الوصول الى اتفاق يرضي كافة الاطراف السعية لخلق سلام مستدام في البلاد انا اتوقع ان هذه المجهدات تحقق نجاح كبير خاصة وان هناك تصريحات ايجابية صدرت من قبل الاطراف الحاملة للسلاح من حركة تحرير السودان بشقيها وكذلك حركة العدل المساواة وحركة مناوي دولة جنوب السودان موهلة للتعامل والقيام بدور ايجابي بالتغريب بين هذه الاطراف خاصة وان هذه الاطراف غالبة لها وجود ولها سند ولها علاقات وصراط قديما بدولة جنوب السودان ازمة الثقة بين الحركات المسلحة وبقية مكونات الحرية والتغيير امر يشكل عقبة كبيرة في طريق تحقيق السلام وادماج الحركات المسلحة في الفعل السياسي بحسب البعض الحروب الطويلة لفترة طويلة خلقت ازمة الثقة بين الاطراف ازمة الثقة دي محتاجة لزمن عشان الاطراف يصلوا ليسلام دايم شامل ما يعني يكون ما سلام هش قابل 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 للتصدع قصاد اي ازمة تحصل هذا وينظر السودانيون الى خطوات جوبة السعية الى تحقيق السلام بعين التفاؤل خاصة وان البلف يشكل حجر الزاوية لاستقراري وتنمية السودان على امتداد العوام المقبلة ليبقى الرهان مفتوحا على قدرة حكومة جنوب السودان على اداء دور ايجابي في تحقيق السلام السودانيين اسلام الامين لقناة طيبة الخرطوم